لمزيد من التفاصيل حول هذه المباراة الهامة ينضم إلينا على القمار الاصطناعية من عاصمة الرأس الأخضر موفد قناة ميديان تيفيل هناك الزميل نوفل عملا نوفل بداية أهلا بك هل من جديد حول المنتخب المغربي وهل اتضحت معالم التشكيل النهائية لمباراة اليوم أهلا بك عبد الله ومصطفى بيدودان وبكل متابعي برنامج ملاعب إذن بدأ العد التنازل لإنصح التعبير لموقعات برايا الكوروية المنتخب الوطني على أهبة الاستعداد من أجل الظفر بالنقاط الثلاث بإذن الله أنهى تحضيراته بالكامل يوم أمس من خلال الحصة التدريبية الأولى والأخيرة أيضا على ملعب برايا الوطني وشاهدتم اللاعبين يعني ربما هناك طموحات عالية من أجل تحقيق نتيجة إيجابية وتمهيد الطريق لكأس الأمم الأفريقية القابون 2017 حصة تدريبية تنغصت ربما بإصابة المهدي بن عطية الذي أصيب يوم الخميس في آخر حصة تدريبية هناك بمراكش الحصة التدريبية الصباحية كما تفضل وقال الدكتور عبد الرزاق افتي طبيب المنتخب الوطني الفحوصات ستجرى للمهدي بن عطية بالتأكيد بعد العودة للمغرب أي يوم الأحد ومن ثم سيتم التعرف إن كان سيشارك في مباراة الإياب أم لا ولكن على العموم شهدنا أن هيرفي رونار تدارك الموقف مباشرة وقد يقحم الكوثري كقلب دفاع رفقة داكوستا في دفاع منتخب الوطني ولكن هذه احتمالات وهناك من يقول بأن رومانسايس سيعود لمركزه الأصلي أي قلب دفاع رفقة داكوستا ليحل محل الكوثري ويتم تقديم الكوثري للأمام ولكن لحد الساعة لا توجد معلومات مؤكدة لأن الثعلة بهيرفي رونار دائما وأبدا عودنا مع المنتخبات الأفريقية على كثير من المفاجآت وبالتالي ننتظر أن تكون هناك تغييرات في تشكيل المرتقبة لموقعة اليوم التي ستنطلق بعد ساعات قليلة في ملعب برايا الوطني ولكن المنتخب الوطني حتى من خلال اجتماعه مع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم السيد فوزي الإقجاع والوفد المرافق الذي يتكون من عدد من الأعضاء الجامعيين على رأسهم مدير المنتخبات الوطنيين وردين البوشحاتي وأيضا نائب الرئيس سيد محمد بودريق رئيس الرجاء البيضاوي وأيضا بيدي وآخرون والسيد فؤاد الورزازي فكان هناك معنويات مرتفعة وكان هناك ربما وعي بقيمة المسئولية الملقاة على عاتق المنتخب الوطني خاصة أن مباراة اليوم تعتبر مفتاح للتأهل لكأس الأمم الأفريقية ولكي تكون مباراة مراكش مباراة لتقديم عرض يليق بصمعات الكرة المغربية وأيضا تحقيق نتيجة الانتصار وبالتالي المرور بشكل رسمي واستغلال هزيمة المنتخب الليبي الذي كان قد سيشكل أحد أضلع المنافسة ضمن المجموعة السادسة على العموم المنتخب الوطني قد يدخل بتشكيلة يعني ليست فيها كثير من المتغيرات بناء على قناعات هيرفي رونار وأيضا على متابعتنا للحصص التدريبية وكيف كانت تمر نقول محمدي في حراسة المرمى من أمامهم لحد الساعة أكيد الكوثري وداكوستا لزعر ودرار ومن أمامهم أيضا رومان سايس والأحمدي في خط الوسط الهجوم بوفال زياش وأيضا يوسف العربي وطنان ولكن هناك خلاف وأيضا اتفق مع عدد من الصحفيين حولها من سيكون رسمي هل زياش أم بالنسبة للمنتخب الوطني سيكون زياش أم بالهندة لأن بالهندة يقدم مستويات جيدة مع نادي شالكة وبالتالي يمكن أن يكون بالهندة أساسيا ويمكن أن يكون أيضا المايسترو زياش كأساسي ولكن تبقى هذه خيارات هيرفي رونار والأهم من ذلك أن المعنويات مرتفعة وأن المنتخب الوطني يريد أن يحقق نتيجة إيجابية على حساب منتخب الرأس الأخضر الذي هو المنافس الأساسي والرسمي للمنتخب الوطني في طريق كأس القابون 2017 وميدان المباراة بالتأكيد سيكون هو الفصل وسيعطينا هوية المنتخب المنتصر بعد ساعات قليلة من الآن عبد الله ابقى معنا فلسنعود إليك لاحقا